ومن الخرطوم تنضم إلينا مرسلة الغد عفراء فتح الرحمن عفراء ما هو المعلن من قبل رئاسة المجلس الانتقالي حول هذه الزيارة وأسبابها؟ نعم فيما يتعلق بالزيارة المعلن فقط حتى الآن هو زيارة نائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريقة والركن حميتي وكذلك وزير الخارجية عمر قمر الدين وكذلك مدير جهاز المخابرات هذا هو المعلن فقط حتى الآن إنما المصادر الخاصة بقناة الغد أثبتت حمل رسالة من الفريقة والركن رئيس مجلس السيادة البرهان إلى نظيره الرئيس الإرتري السياس أفورغي هذا من ناحية ومعلوم أنه قبل أيام قلائل أتى وزير الخارجية الإرتري ومعه مستشار أسياس أفورغي يحملان رسالة إلى البرهان أيضا الأمر يتعلق بالنزاع الحدودي بين السودان وأثيوبية في الجبهة الشرقية من السودان هذا هو المعلن أما فيما يتعلق بالنزاعات الحدودية بين السودان وأثيوبيا فإن جميع الخرط الموجودة لدى الأمم المتحدة وكذلك خريطة أثيوبيا المعلنة التي تعلنها أثيوبيا نفسها تثبت أن هذه الأراضي أراضي سودانية أثيوبيا لها العديد من الحجج من أبرز هذه الحجج أن هذه النقاط أو ترسيم الحدود قد وضع من قبل المستعمر البريطاني وفي ذات الوقت فإن المستعمر البريطاني قد منح أراضي سودانية مثل مدينة المتمة وكذلك منطقة بني شنغول وهي من المناطق الشديدة الأهمية منحت لأثيوبيا بعد أن قالت إنها دولة فقيرة وأراضيها أراضي جبلية وغير صالحة للزراعة منحت لها الأراضي السودانية إذن إذا فتح من جديد ملف الاستعمار وغيره فإن هناك أراضي سودانية لدى أثيوبيا أما اتفاق 1972 هو اتفاق محدد في العهد المايوي بعد أن أتى على وجهة تحديد 17 مزارع أثيوبي استصلحوا أراضي سودانية لحل هذه المشكلة جلس الطرفان السودان وأثيوبيا وضعوا مذكر التفاهم أن الأمر يبقى على ما هو عليه وصولا إلى حلول ودية يبقى على ما هو عليه الأمر هو أن هذه الأراضي أراضي سودانية منذ العام 1902 ويبقى على ما هو عليه السماح للمزارعين الأثيوبيين باستصلاح الأراضي السودانية وهم لم يمنعوا ولكن كانت هناك العديد من عصابات الشفتة وكذلك معززة بفيالق من الجيش الأثيوبي وأدت إلى مقتل بعض الجنود السودانين وبعض الضباط السودانين السودان صبر طويلا على هذه الاستفزازات والآن السودان لم يقم بأي خطوة فيها استفزاز لأثيوبيا كل ما هناك أن السودان موجود على أرضه الموجودة بخطط لدى الأمم المتحدة وخورة لدى أثيوبيا وخورة لدى السودان أيضا السودان الآن يحاول ربما السؤال الذي يثور الآن هو لماذا إيرتريا؟ ما الذي تعول عليه حكومة الخرطوم من إيرتريا؟ لا سيما وأن أسمر كان لها موقف مساند للقوات الإثيوبية في نزاعات حدودية على أراضي سودانية قبل ذلك أريتريا معلوم أن أريتريا حتى قبل انشقاقها من أثيوبيا وقبل أن تصبح دولة منفصلة السياس أفوري نفسه كان موجود في شرق السودان كان موجود في مدينة كسلة إذن العلاقات بين أريتريا والسودان أيضا هي علاقات تاريخية وعلاقة أواصر وعلاقة دم السودان كانت داعما لدولة أريتريا قبل أن تحقق استقلالها وأيضا انطلقت من الأراضي السودانية نفس دولة أريتريا والحركات الداعية للاستقلال قبل استقلال أريتريا هذا من ناحية من ناحية أخرى فإن أسياس أفوري هو الذي بادر بإرسال الرسالة إلى البرهان قبل أيام عن طريق وزير خارجيته وأيضا عن طريق مستشاره الخاص ومعلوم أن هناك علاقة ودية خاصة ما بين أبي أحمد وأسياس أفوري نحن لا نعلم فحوى هذه الرسالة على وجهة التحديد أو التفصيل فيها فقط هي رسالة من البرهان توضح موقف السودان وتوضح أن السودان فقط موجود على أراضيه ربما هناك بعض التفاصيل التي سوف نحصل عليها في التصريحات ما بعد الزيارة لكن السودان يحاول نشر وجهة نظره على أكبر نطاق معلوم أن وزير الخزانة الأمريكية الذي زار السودان أول أمس طرح له أيضا السيد رئيس مجلس السيادة التوترات على الحدود الشرقية وقال له أن السودان موجود على أراضيه ورغم ذلك نحن نجنح للسلم ونجنح للحوار أيضا الوفد الذي زار جوبا بالأمس والوفد الذي يزور أريتريا اليوم إذن هناك محاولة لتشبيك رأي إقليمي وكذلك رأي عالمي نحو حقية السودان الطبيعية والمنطقية في الانتشار في أراضيه الموجودة إذن ماذا لو لم تنجح هذه الجهود في ثاني إثيوبيا عن ما تقوم به ما الذي يخطط له مجلس السيادة الانتقالي من تصعيد في المرحلة المقبلة إذا لم تصفر الجهود الدبلوماسية عن حل نعم هذا السؤال يجب أن يسأل لأثيوبيا لأن السودان الآن مسيطر على أراضيه القوات الشعب المسلحة موجودة على الأراضي السودانية إذن أثيوبيا ماذا تتفعل لكن السودان موجود على أراضيه ليست هناك مشكلة إطلاقا لدى السودان هو يحاول أن يجنح للحوار هو لا يرفض حتى وجود المزارعين الأثيوبيين ليستصلحوا في الأراضي السودانية ولكن هذا الأمر لا يتم عن طريق احتداؤهم على أراضي المزارعين السودانيين أو عن طريق سيطرة عصابات الشفتة أو عن طريق مقتل أبرياء سودانيين سواء كانوا من القوات النظامية السودانية أو حتى سواء كانوا من المواطنين العاديين ومعلوم أن السودان نواياه ويده أيضا بيضاء تجاه أثيوبيا السودان الآن يأوي 56 ألف أثيوبي بعد صراع التجراي حتى دول العالم الأولى الدول المتطورة الدول المتقدمة لا تستطيع إيوا 56 لاجي في ظرف أقل من شهر واحد السودان الآن فتح حدوده السودان الآن بنى معسكرات جديدة واقتسى مقودة المواطنين السودانيين من الأسواق المحلية مع اللاجئين الأثيوبيين إذن السودان ليست لديه أي نوايا سيئة تجاه أثيوبيا اتضح السورة شكرا جزيلا لك عفرا فتح الرحمة ورسلة غد كنت معنام العاصمة السودانية الخرطوهم